نروح لموضوع تاني في الحقيقة خبر كويس قوي هو أنه معهد بحوص القطن أعلن عن ارتفاع ملحوظ في مساحات زراعة القطن في مصر السنة دي وصلت المساحة المتزرعة لنسب كبيرة جدا حتى وصلت في تاريخ 13 مايو لحوالي 131 ألف فدان على مستوى الجمهورية وده زيادة بتصل لحوالي 46% عن السنة اللي فاتت يعني لو بنقررها بنفس التوقيت اللي كانت 89 ألف فدان على مستوى الجمهورية يعني بشاير الخير محصول القطن محصول مهم جدا ومحصول استراتيجية نتعرف على تفاصيل أكتر معانا على الهاتف دكتور وليد يحيى وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج بنرحب بحضرتك دكتور وليد وصباح الخير صباح خير يا فاندن صباح خير وسلم محمد صباح خير وسلم صباح خير لكل المتعيجين المسجين حابين نعرف من حضرتك كده في البداية يعني نسب المساحات اللي تم زراعتها من محصول القطن وأبرز المحافظات اللي بتتصدر هذه النسب حضرتك بالنسبة ليه موسم لو كنا نقارن بين موسم 24 وموسم 23 فاندن هنلاقي إن فيه زيادة ملحوظة في زراعة القطن السنادي وارتفاع ملحوظ في المساحة المنزرعة عن الموسم الماضي يعني لو قلنا إن احنا في تاريخ 23 خمسة اللي هو تاريخ البارح كان المساحة المنزرعة من القطن في الواجه البحر 113 ألف فتان المساحة المنزرعة السنادي الغاية في الوقت 169 ألف فتان بالنسبة للواجه الإبري كان مزروع في 23 مايو السنة اللي فاتت 26 ألف وخمسونة وسبعة عشر مزروع السنادي أربعين ألف ستتمية وواحد وعشرين المساحة المنزرعة الإجمالية على المستوى الكومهورية بتاريخ 23 خمسة السنة اللي فاتت موسم 23 مية تسعة وتباتين ألف تسعمية اثنين وستين للسنادي 210 ألف ربعمية خمسة وتمانين بالنسبة للمحافظات هنلاقي إن أكبر محافظة من المحافظات الموجودة على المستوى الكومهورية وبتزرع قط وبتدي أكبر مساحة لمحافظة كفر الشيخ زرع الغاية النهاردة 66 ألف فتدام حضرتك وبالنسبة لو كلمنا عن أبرز الأصناف ومساحاتها هنلاقي إن الصنف جزة 92 المستهدف منه السنة 11.865 فتدان انزرع 1.630 فتدان في طنيات لغاية دلوقتي الصنف جزة 94 مستهدف 189 ألف ترع مية تسعة وعشرين ألف 86 مستهدف 47 ألف تزرع في التحيلة 15.937 الصنف 96 مستهدف 15.7120 الصنف جزة 97 أحدث الأصناف المصرية مستهدف 19.800 زرع 15.079 جزة 95 في محافظات الصعيد مستهدف 47 ألف تزرع 39 ألف وترع إذن محافظة كفر الشيخ بتتصدر المحافظات في الفترة الأخيرة تم الإعلان عن استحداث سلالات جديدة من محصول القطن أحد الصنف موجود على الخريطة الصنفية المصرية هو الصنف جزة 98 في محافظات الصعيد وده صنف نزل السنة اللي فاتت في مركز دار السلام بمحافظة صهاج السنة دي واخت محافظة صهاج بأكملها محافظة الوادي الجديد بأكملها بالإضافة إلى الأسر وأسوان والصنف ده من مميزاته أن صنف قصير العمر مدت مكسو المحصول في التربة 150 يوم من أول وضع التزرق وحتى نهاية المحصول 150 يوم صنف عالي المحصول بيده متأسط محصول من 10 إلى 11 إنتار موفر للمية بنسبة من 15 إلى 20% بالإضافة إلى تحمل درجات الحرارة المرتفعة لتصل ل50 درجة معوية وتحمل لموجات التغيرات المناخية اللي احنا موجودة من السنة تنتشر من السنة اللي فاتت وتأثر على المحاصيل الزراعية كلها وبنكت أن هذا الصنف صنف ملائم كده في الانتشار في كافة محافظات السعيد ومناطق مصر العليا اللي بتعالي من درجات الحرارة المرتفعة ودع ذلك فيه ارتفاع في الانتاجية متوسط انتاجية تعالي بالإضافة إلى صفات الجودة اللي بتناسب المغازل المحلية وتناسب التصنيع المحل يعني سلالات جديدة بتزود الانتاجية الخاصة بمحصول القطن حابين نعرف أخيرا من حضرتك آخر موعد لإنهاء زراعة القطن مفروض يكون إمتى إن شاء الله وبيستمر المحصول في الأرض كم شهر تقريبا؟ هو حضرتك المفروض المفروض حسب التوصيات الفنية إن آخر موعد لزراعة القطن في الوكه البحري هو 15 مايو لكن احنا عندنا مجموعة من المزرعين نظرا للتأخر في شيل الأمح محصول الأمح المحصول الشتوي فهم دول المتأخرين دلوقتي في عملية إخلاء الأرض والختمة وجاري إن شاء الله لإنتهاء من عملية الزراع شكرك دكتور وليد يحيى وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج وصباح الخير على حضرتك